اشتركوا في القناة اعيز اقول لكم انه مهم جدا انه تكونوا شفتوا الفيديوهات اللي فاتت اللي شرحنا فيها لسن وان ولسن تو لان زي ما انتو شايفين هي اليونت سهلة ان شاء الله ما فيهاش حاجة بس هي معتمدة على بعض يعني بمعنى ان انت المفهوم اللي بتفهمه في لسن وان هينفعك في لسن تو وكذلك كل لسن هيبقى مرتبط باللسن اللي قابليه طيب بندخل دلوقتي بقى على طول في الشرح احنا هنا لسن سري بكمل معنا وبيقول لك هنعمل عمليات ادشت وعمليات سبتراكشن دي الاكسبريشنز اللي موجودة عندك وبيقول لك علشان نبدأ نعمل عمليات الادشت عندك طريقتين ممكن تستعملهم عندك اول طريقة طريقة اسمها هوريزنتل ميصد يعني هتكتب النومبرز بشكل افقي وطريقة تانية اسمها فيرتيكال ميصد يعني هنكتب النومبرز بشكل رأسي طيب تعالوا من خلال الاكسبريشنز نشوفوا طريقتين هنحل لكم ازاي مع بعض شوفوا كده الاكسبريشنز معايا من ديكال اكسبريشن الاوليني 5A-7B-3 واكسبريشن تاني 2B-1-A وبيقول لك يلا نعمل عملية اد ليهم بس هنستعمل اول ميصد مع بعض وهي اللي هي الهوريزنتل هقول لك سهلا انت مجرد ما هتعمل 5A-7B-3 وبعد كده الكلام ده كل بلاس الاكسبريشن التاني 2B-1-A انا بقى كل اللي هعملو زي ما اخدنا الفيديو اللي فات ان انا الثرم اللي لايك اللي فيه نفس السيمبل يعني هنجمعه مع بعض يعني هقول لك ان ال5A دي هجمعه مع مع ايه مينس ايه يبقى 5A-A تمام يبقى انا خلصنا دول بعد كده بلاس مينس 7B اللي هو ده مينس 7B بلاس 2B بلاس 2B بالشكل ده يبقى خلصنا التو ترم دول كمان في الاخر بلاس 3-1 تمام كده يلا بقى نشوف السيليوشن مع بعضه لما عملناه بالطريقة دي يا جماعة طلع على طول ان السيليوشن عبارة عن 4A-5B-2 طبعا 5A-A يبقى 4A-7B-2B يبقى 5B وأكيد 3-1 هيبقى 2 طيب ايه بقى الطريقة التانية اللي احنا ممكن نحل بيها اكزامبل بالشكل ده هقولك فيه طريقة اسمها طريقة vertical شوفوا حاطينها ازاي طيب اللي بيحصل يا جماعة ان انت بتمسك الاكسبريشن الاولاني تحطه بالشكل اهو 5A-7B-3 وتبدأ تنزل بالشكل التاني تحت بس اخد بالك انا غيرت في الشكل ليه انا عايزة الايه ده يبقى تحتي الايه يعني انا مسكت الماينوس ايه تاخد بالك انك بتنين بإشارة ماينوس ايه اهي نزلت هنا تحت الايه هنا وايه هنا تمام البي هنا كان فيه 2B نزلتها تحت الماينوس 7B بقى هنا فيه تحت بلاس 2B 3 اكيد ماينوس 1 هتبقى تحتيها يبقى مهم في جزء الvertecal ناخد بالنا احنا بنحط النمبرز تحت بعض ازاي بالشكل المناسب تمام طيب نبدأ نحل تعالوا حتى نحل كده مع بعضا الجامعة احنا قلنا 5A-7B-3 ورجعت قلت انا همسك ماينوس ايه اهي هحطها تحت ماينوس ايه وي بلاس 2B تحت هنا بلاس 2B وفي الاخر ماينوس 1 ماينوس 1 هنا مهم جدا ده يا جماعة ترتيب النمبرز بالشكل ده لو ما عملناش الترتيب ده مش هنعرف نحل بشكل مزبوط وهبدأ اقول ادي 3 ماينوس 1 هيبقى بلاس 2 ممكن نبدأ بقى left to right مش مش كده اه يعني ممكن امشي كده او امشي كده مش فرح هنمشي مرة كده ومرة كده من اليمين او من الشمال يعني بعد كده ماينوس 7B بوسط في 2B يبقى ماينوس 5B وبعد كده 5A ماينوس A هتبقى 4A لو تاخدوا بالكم يا جماعة لنطلع نفس السيديوشن اللي فات لما عملنا بطريقة الهورزنطن يعني عملنا بالطريقة دي بالطريقة دي الاتنين صحة انت هتحلي بالانسب لك وكمان انتوا هتشوفوا في مراحل تانية من الاجزامبلز في اللي جاية معنا ان طريقة الهورزنطن هتلاقيها مناسبة لكم اكتر من طريقة الهورزنطن طيب نشوف كمان مع بعض اكزامبل وبيقول لك احسب باردو الـ اكسبريشنط دي اعمل لهم اد وزي ما انتوا شايفين كده معايا ان دلوقتي با عندك 3 اكسبريشنط بالشكل ده تمام فانسب حاجة انا شايفها الوضع زي كده هو طريقة الـ تعالوا كده نشوف ازاي احنا بنحطهم وتعالوا اشرح لك احنا حطناهم بالشكل ده نمسك اول اكسبريشنط هكتب 3 اكس اولا لما تحط احط بترتيب الباور او ترتيب الاندكس يعني حط هنا اكس 2 power 3 هنا بعد كده minus 4 اكس 2 power 2 بعد كده plus 2 اكس minus 1 انتم لاحظين ان احنا عملنا اكسبريشنط اولاني اهو تحت بقى لما همسك بصوا كده معايا بصوا كده اكسبريشنط ده شوفوا بادئ باكس 2 power 2 وبعد اكس اكس 2 power 3 ابدأ احط ده الاول احط الجزء ده كده الاول ينزل هنا minus 2 اكس 2 power 3 بالشكل ده بعد كده 5x power 2 يبقى هنا يبقى يا جماعة لما نيجي ننقل ننقل بالساينس مظبوط دي برضو دي من النقط اللي دايما بأكد عليكم فيها تمام خلصنا الجزء ده اخر حاجة plus 3 يعني هنا ما عنديش مكان تحت 2x اسيبه فاضي اروح هناك عند plus 3 احط هنا تحت minus 1 plus 3 خلصنا كده الاكسبريشنط التاني ننزل بالاكسبريشنط التالت اولا انا بص كده انا مش لقي اساسا في x to power 3 مش هكتب هنا حاجة هنا المكان الاولاني يبقى فاضي ادخل على طول في اللي هو x square بالشكل ده يبقى هنا plus x square بعد كده في minus 3x يبقى هنا minus 3x وفي الاخر plus 2 بالشكل ده تمام اللي انا عملته موجود عندك هنا بالشكل اوضح تمام نفس اللي احنا مشينا بيا دلوقتي السيديوشنط بقى سهل جدا ان انت هتمسك كل term وتعمله مع like بتاعه او term like بتاعه يعني كان عندك هنا 3x to power 3 minus 2x to power 3 هيبقى في النهاية x x cube بالشكل ده بعد كده عندك minus 4x square plus 5x square وبعد كده كده في 1 1x square يبقى اصبح عندك minus 4 plus 5 يعني 1 1 1 2 يبقى اصبح plus 2x square طيب هنا عندك 2x minus 3x يبقى minus x وفي الاخرة عندك minus 1 و 3 يعني 2 و 2 plus 2 equal 4 يبقى ده السيديوشن معانا اللي طلعه طيب هنمسح الجزء ده كده جماعة ونبدأ باردو نشوف السيديوشن معانا السيديوشن اهو طالعه معانا بصورة اوضح اوكي اه نتحيالي كده الدنيا اوضح من خلال كل ما نشوف والتاني هتلاقوا الدنيا بإذن الله واضحة معاكم وكلكم طيب نشوف اللي بعده بيقول لك باردو اد ده تمام الاكسيبريشن اولاني مع الاكسيبريشن التاني وبعد كده قال لك فكرة كمان يعني لما اطلع الصيغة النهائية لموضوع ابدأ اعوض بكس بقيمة وي بقيمة وشوف الناتج معانا هيبقى ايه طيب الاول يا جماعة احنا هنبدأ نكتب الاكسيبريشن بطريقة ونحسب ونعمل بطريقة احنا قلنا انها انسب طريقة معانا تعالي نشوف ازاي الاول انا شايفة هنا اكبر باور عندك اللي هي 2 خلاص فاحط 4x 2 power 2 وامش عادي معانا 3xy بعد كده plus y square طيب ابص بقى الاكسيبريشن التاني معايا ابدأ احط الاكس اهو تحت الاكس بس بالصين بتاعته minus 3x square بعد كده فيه 3xy يبقى plus 3xy وبعد كده plus 2y square مهم جدا يا جماعة الموضوع صح ان شاء الله وكلوك هتعرف تحلوه بس التركيز انك تنقل الحاجة صح انك تحطها بنظام ما تنساش صعي معينة ده هو ده اللي ممكن يلقبطك في الامتحان او في حل الاسئلة مع بعض طيب هنبدأ نشوف بقى عندك هنا 4 minus 3 يعني يعني معنا وتعالوا كده نشوف كده مع بعض لما بدأنا نحل طلع بالشكل ده زي ما شرحنا دلوقتي ممكن نعود بالنمبرز اللي من دهالنا طبعا فيكتب في النهاية هتبقى بالشكل ده وممكن نعود بالفاليو اللي من دهالنا هيطلع في النهاية ان معنا هيبقى طبعا عارفين انا لما نحطها كده بدل الـ و المينس بتروح فيبقى عندك 4 تمام كده و برضو هنا 1 سكوير اكيد انها 1 فيبقى عندك 3 فسليوش معاك 4 plus 3 equal 7 ماشي نشوف حاجة كمان بقولك هنا قصة و احنا اول ما بنسمع inverse ل الاداتف بداعرف ان انت مجرد ما بيجيب العكس الاشارة يعني الانفرز بتاع النمبر 3 هو minus 3 او الانفرز بتاع minus 3 هو 3 صح كده طيب تعالوا نشوف الكلام ده من خلال الاجزامبل بيقولك لو عندك الجابريك ترم x square minus 2x plus 3 فالانفرز بتاعه minus x square plus 2x minus 3 احنا عملنا ايه جماعة كل صين من هنا اتغيرت كان هنا بالبوصف بقى هنا negative هنا بالnegative بقى 3 كان بالبوصف بقى هنا 3 هنا بالnegative طبعا طبعا الصممشن هيبقى 0 ده بيبقى 0 وده 0 وده 0 حتى النوتو دي كنا وغنينها قبل كده ان انت لما بتعمل sum لالنفرز بتاعه طبعا الريزولت او الناتج بتاعك بيبقى equal 0 اوكي نشوف حاجة كمان هناخد هنا برضو الـ وزي ما قلتلك زي ما بناخد للـ هنطبع مفيش فيه اي مشكلة طيب نبدأ نشوف على طول برضو انك هتستعمل ممكن طريقتين بتوعك وندخل في الـ على طول ان عندك الـ اللي يهمني يا جماعة ان انت تبقى فاهم ان ده او ده يعني ده يبقى هيكتب بالشكل ده كده ما اطلق باش هتقول يبقى 2Y minus Z plus 7X بعد كده minus minus ده اللي هو 5X minus 3Y plus 2Z ده مهم تبقى عارفوا يا جماعة طيب تعالوا بقى نشوف كده على طول طبعا زي ما انتو شايفين الشكل لما بيجمع الترم اللي هي يعني بنمسك الـ X هي جماعة 7X مع 5X 7X minus 5X علصنا من الترم دول بعد كده 2Y مع 3Y 2Y plus 3Y في الاخر minus Z مع minus 2Z plus minus Z minus 2Z في النهاية سليوشن طبعا ده 2X وبعد كده 2Y و3Y يبقى plus 5Y وفي الاخر minus Z minus 2Z minus 3Z اوكي طيب ويانا جماعة نشوف نفس الـ example بس هنعملوك بطارية vertical method وتعالوا نشوف هنعملها ازاي كده مع بعض هقولك ان انت بيبقى عندك اهو الاكسبريشن الاولاني بالشكل ده تعالوا نكتبه كده مع بعض وتحت 3Y كانت طبعا نيجاتف 3Y وبوستف 2Z وي plus 5X وهقولك احنا بنعمل اعمليات subtract يعني بنطرح تمام يبقى بنغير الصين بتاعتنا يبقى اشارة النيجاتف دي هنخليها بوستف بالشكل ده اما اشارة البياتف دي هتبقى نيجاتف وشارة البوستف التانية دي هتبقى نيجاتف وهنتعامل على الاساس ده يعني هقولك الوقت انت عندك 2Y plus 3Y يبقى 5Y وبقى عندك minus Z minus 2Z فبقى عندك minus 3Z وكمان عندك 7X minus 5X فبقى عندك plus 7 minus 5 بقى عندك 2X تمام كده لو شفنا مع بعض بالشكل ده هنلاقيه زي ما احنا شرحنا نمسح برضو جماعة الكلام ده كده كله ونشوف النوات اللي احنا عايزين نقولها بقولك ان احنا نحن 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 يعني علشان نوصل ان احنا نعمل محتاجين نغير كل من الترم او الى تحت بالشكل ده مهم جدا ان ندين نبقى عارفينها واحنا بنعمل عمليات نشوف كمان من خلال مختلفة طيب قبل ندخل في الاجزامبل يا جماعة عايزين نقول على مجموعة من النوات مهمة جدا تبقى عارفة وتبقى فهمها طيب اول نوات بتقولك سبتراكت ايه فروم بي لما ييجي يقولك اطرح او اعمل سبتراكت ايه فروم بي تفهم على طول انه ده يعني يعني ان بي هي اللي لو هنترجمها كده بالعربي معناه يعني ايه الزيادة بتاعة ا زان بي عن البي يعني الايه هي اللي زيدة يا جماعة يبقى اذا الصيغة اللي احنا هنعملها هتبقى ايه ماينوس البي ايه ماينوس البي طيب ممكن يقولها لك بشكل تاني يعني الايه هتقل بنسبة ايه عن البي يبقى معنا كده ان البي هي اللي ماينوس ايه يبقى النقص دي مهمة ممكن مايجيبلكش مباشرة نعمل كده معين بي ماينوس ايه على طول لأ ممكن يقولها لك باي صيغة من الصيغة اللي ايه اللي احنا حكينا عليهم طيب نشوف كمان مجموعة وبيقول لك what is the expression should be added to get to a to get b يعني انا هضيف ايه على ايه علشان يديك بي معنى كده ان البي هو النبر اللي هنحصل عليه هو الاكبر يبقى اقدر اقول ان ده معنى b ماينوس ال a b ماينوس a طيب تعالوا نشوف اكسبريشن تاني بيقول لك لو قلت what is اكسبريشن should be subtracted from a to get b يعني انا هطرح from a from a او to get b يبقى معنى كده ان هقول a هي اللي ماينوس بي اه راجوا عن الولس دي يا جماعة وركزوا داي من الصيغة معينة من دهالك انا بجيب شكل المزبوط معاك طيب نشوف كمان معنا بقول لك what is the expression should be added to ده تو جدة يبقى الهالك هو بالصيغة اللي احنا قلنا عليها ان انا هضيف علشان جيت احصل على ده يبقى معنى كده هنعمل ايه هنعمل subtraction ازاي يا جماعة هنعمل subtraction اللي هو ده minus ده بالشكل ده اوكي نشوف برضو الطريقة اللي احنا عملنا عليها ونشرح عليها على طول احنا حطينا الشكل بتاعنا ده بس بدأنا نراتبه بالشكل ده جماعة قلنا بصينا على انا لقيت هنا power ايه تو باور سري وبعد كده ايه مش شايفة ايه تو باور تو علشان كده نزلت 4 ايه تو باور سري سبت بكان هنا فاضي تمام لباور تو لانه ما قليش عليها بعد كده نزلت 7A minus 7A وفي الاخر حطي plus 5 طيب بالنسبة للإكسبريشن التاني انا بصيت لقيت اول حاجة بتاع الباور سري 2A باور سري حطها هنا بعد كده لقيت عندك A سكوير فحطتها هنا يا جماعة اللي هي minus 3A سكوير بعد كده ما كانش عندك مكان لي الA تمام اللي هي الباور 1 سبتها فاضية وفي الاخر حطيت post 5A بالشكل ده يبقى انا مهم قبل ما افكر انا هعمل ايه مهم ان انا ارتب الترتيب المزبوط وحط كل سيمبل تحت السيمبل المناسب ليه والمناسب ليه في الاندكس بتاعته طيب تاني نقطة هفكر فيها هو عايز ايه عايز ايد والعايز سبتراكت والعايز ايه احنا المفهوم اللي فهمنا من الاول اللي احنا قلنا هنعمل سبتراكشن ده مينوس الاكسبريشن ده صح كده يبقى طلبة هنعمل مينوس احنا لسه وغدين القاعدة ان احنا كل الساين اللي تحت دي هتتقلب هتتغير البوستف دي هتبقى نيجاتف بالشكل ده وهنا يبقى بوستف تمام وهنا هيبقى نيجاتف وعادي بقى نعمل السبتراكشن كده هيبقى سهل جدا عندك 4A 2 power 3 مينوس داخل بقى ان نستعمل خلاص الاشارة او الصين اللي داخل السيركل اللي احنا رسمنا مينوس 2A سكوير يبقى طبعا هيبقى 2A مش سكوير طبعا القصد 2 power 3 هنا مفيش حاجة بس تحت عندك ها بوستف 3A سكوير هنا مفيش حاجة معاه فينزل مينوس 7A اخر حاجة بوستف 5 ومينوس 8 هيبقى مينوس 3 هنشوف كده سليوشن كده مع بعض نفس اللي احنا عملناه كده جماعة مع بعض 2A 2 power 3 plus 3A سكوير مينوس 7A مينوس 3 اوكي طيب نشوف حاجة كمان بيقول لك what is the increase of الاكسبريشن ده زين sum of ده وده يبقى هنا عايز نعمل السؤال ده على خطوتين اول خطوة ان احنا هنجيب الsubmission بتاع اللي 2 اكسبريشن ده تمام وبعد كده نرجع للسؤال بيقول لك what what is the increase زيادة ده عن ده يعني ده اللي زايد يعني ده اللي هيبقى بعد كده هنعمل منه من السميشن اللي هيطلع هنا طيب تعالوا كده نشوف مع بعض انا الحالية هبدأ اعمل اد اللي معنا عملتهم بالشكل ده وهنبدأ هنبدأ نعمل الادشن طبعا حطتهم بالشكل المزبوط كده مع بعض كده انا شايف ما فيوش اي مشكلة بس اما حاجة نحط مثلا شايفين الايه اهو حطنا تحت الايه سكوير اي بي تحت اي بي وهنا 2 بي سكوير تحت 2 بي سكوير ونبدأ نشوف عندك بالشكل ده 2 اي سكوير بلس 1 اي سكوير يفع عندك 3 اي سكوير بعد كده مينس 3 اي بي بوست في اي بي يبقى عندك مينس 2 اي بي في الاخر بوست في سكوير بلس 2 بي سكوير يعني بلس 3 بي سكوير يبدأ كده سيليوشن معنا تلع معنا كده جماعة السيليوشن بالشكل اللي احنا قلنا عليه القطوة التانية بعد كده ان احنا هنمسك اللي اطلع ده هنمسك الجزء الاولاني ده مينس اللي احنا طلعناه نشوف كده مع بعض الحال لما نحطه بالشكل ده مسكنا هو اللي منه في الاول نزلناه مينس اللي احنا حصلنا عليه بس اهم حاجة نركز وإحنا بنحط ان احنا بنحط بترتيب صح يا جماعة بدأنا هنا حطينا وفي النص حطينا وبعد كده والاكسبريشن ان احنا لسه مطلعينه حطينا برضو بنفس الترتيب اللي قلنا عليه تانية نقطة هنركز فيها ان احنا بنعمل يبقى هنغير بتاع كل ترم من اللي تحت ده هيبقى ده هيبقى ده هيبقى ونبدأ بقى نعمل عملية سهلة جدا اول حاجة سري اي سكوير مينوس سري اي سكوير يعني ده هيبقى زيره خلاص هنا تو اي بي بوست تو اي بي بقى عندك فور اي بي وفي الاخر مينوس فور بي سكوير مينوس ناخد بالنا ان احنا خلاص بنبص على الشارع او الصين لدخل السرقل مينوس سري بي سكوير يبقى مينوس سفن بي سكوير تعالوا كده نشوف السليوشن زي ما احنا طلعناها مع بعض احنا كده يا جماعة نبقى خلصنا الليسون النهار ده وخلصنا الفيديو انا افصلكوا كل الليسون عن غير التاني بحيث يبقى الفيديو بسيط وسهل عليكم كل المطلوب منكم دلوقتي يا جماعة ان انتم تبدأوا تحلوا الاكزامل زبق ديكم على قد بها سهلة جدا على قد ان الاخطاء فيها ممكن تبقى كتير قوي نتيجة التصرع نتيجة انك بتنقل الترم بتنقله غلط تنسى كل الكلام اللي احنا بنشرحه من خلال الفيديو ده مهم جدا تاخد بالك منه مش هتعرف تطبقه وتستفد منه بالفعل الا لما تمسك بيدك وتحل امسك بيدك الاكزامل بعد حل عنك وابدأ حل كده بيدك وارجع تشوف السليوشن تمام وتأكد ان انت عامل السليوشن صح طالع مش مظبوط شوف خطأ كان في ايه وارجع ارجع السليوشن تاني وحل مرة كمان ان شاء الله انا شاف الدنيا سهلة باذن الله ورب كده بالتوفيق ليكم نشوفكم على خير الفيديوهات اللي جاية بفكركم في اخر الفيديو لو دي اول مرة تشوفونا ياريت تشركوا في القناة وتفعالوا الجرس علشان يوصلوكم لكل الجديد اللي بتقدموه كمان لو بتستفادوا معانا اعملونا لايك وشيروا زمائلكم بحيس الكل يستفيد شوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته